معلومة جديدة عن أسباب تسمية شوارع وأحياء مصر القديم يعني مثلاً الدرب الأحمر اسم المنطقة دي بيرجع لحدثة مدبحت القلعة المشهورة بعد لما محمد علي قتل المماليك في الوقت ده وبيقال إن المنطقة دي كلها اتملت بالدم وخدت فترة طويلة جداً علشان خطر يقدروا إن هم يتخلصوا من أسار الدم ده وعشان كده سموها باسم الدرب الأحمر المغربلين والسروجية والخيامة والإرابية والسقايين المناطق دي بتوعى قريبة من بعضها البعض يعني المغربلين مثلاً كان أغلب الناس اللي سكنين فيها عطارين وكانوا دايماً بيغربلوا العطارة بتاعتهم علشان خاطر يتخلصوها من الشوائب اللي بتبقى موجودة فيها وعشان كده المنطقة دي اتسمت بمنطقة المغربلين السروجية كانت مشهورة بصناعة كل اللي بيخص الخيول زي الحدوات والسروج وعشان كده سموها بالسروجية الخيامة كان كل اللي سكنين فيها بيصنعوا الخيامة وبردو القربية اتسمت بالاسم ده عشان كانوا مشهورين بصناعة القرب وكانوا بيبيعوها للسقايين بركة الفيل بقى بركة الفيل دي ترجع لعهد الفراعنة كان بيعيش عدد من الفيلة في المكان ده وكان بيعبضهم أهالي المنطقة المحيطة ولما كانت الأرض بتجف كانوا بيعودوا يصلوا ليهم وبيطلبوا إن الماء تنزل علشان كده المنطقة دي اتقال عليها منطقة بركة الفيل تل العقارب ده موجود في السيدة زينم سر بقى تسميته بالاسم ده إن المنطقة دي كانت منطقة جبلية كانت بتحتوي على ألف العقارب والتعبين عشان كده اتسمت بتل العقارب حوش الغجر المنطقة دي ورا صور مجرى العيون مكان تقريبا شبه مغمور محدش يعرفه وعلشان كده كانت بتيجي قبائل غاجرية كانت بتضطرد من الصعيد ومن الأماكن اللي زي كده كانوا بيجوا يهربوا علشان خاطر يستخبوا فلما كانوا بيهربوا للقاهرة كانوا بيستخبوا في المكان ده والمكان ده اتسمى بعد كده باسم حوش الغجر ضرب المهابيل اتسمت المنطقة دي نتيجة لوجود محلات بوزة كانت كتيرة جدا في المكان ده كان أغلب الأهالي بيروحوا هناك علشان خاطر يشربوا بوزة فكده كانوا بيبقوا كلهم سكرانين بالوقت ده اتسمت بضرب المهابيل ضرب البربرة اتسمى بالاسم ده نتيجة نوع السكان اللي كانوا ساكنين فيه كانوا جايين من دول قريبة أو أفريقيا وكانوا مشهورين بالفقر الشديد يعني كانوا فقرة جدا وكانوا بيشتغلوا في خدمة الأهالي اللي هما في الوقت ده كانوا موجودين في ضرب اسمه ضرب الأغوات واللي كان بيسكنوا الأغوات ومعظم رجال البلاط الملكي اللي هما صفوة القوم زي ما بيقول العباسية كانت بتتسمى بأرض الطبالة وكانت من أغنى وأجمل مناطق القاهرة وفي سنة 1849 أنشأ عباس حلمي الأول سكنت للجيش ومن الوقت ده وتسمت العباسية وبعد كده تقسمت لأحياء الفستات جاية من كتاب أصل الأشياء وليها قصة تانية بعد فتح عمر بن العاص مصر جات له قصة طريفة بترجع لتسميتها بالفستات لما قرر المسلمون أن هما يرحلوا ولقوا عشي أماما على فستات خيمة عمر بن العاص فأمر الجنود أن هما يسيبوها ومن الوقت ده اتسمت بالفستات واتبنى فيها أول مسجد في أفريقيا باسم عمر بن العاص خان الخليلي اتسمى بالاسم ده نسبة لمؤسسة الأمير جيركس الخليلي وهو أحد أمراء السلطان برقوق وبيضم خان الخليلي مساجد ومعالم أسرية وأسواق وموجود فوق مقابر الخلفاء الفاطميين زمان حلوان اتذكر برضو في كتاب أصل الأشياء أن حلوان أنشأها عبدالعزيز ابن مروان سنة 67 هجريا 686 ميلاديا وأنه اضطر للانتقال للفستات في السنة اللي ظهر فيها الطعون واختار ليها ابن مروان اسم حلوان لأنه شاف أن موقعها شبه موقع مدينة حلوان اللي موجود في العراق العجوزة ده حية من أحياء الجيزة بترجع تسميتها إلى نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري في عهد محمد علي اتلقبت بالعجوزة لأنها أشرفت على بناء مسجد العجوزة على الرغم من أنها كان عندها 90 سنة وده اللي خلى الأهالي أنه هم يقولوا عليها وعلى المسجد بتاعها والمنطقة كلها بمنطقة العجوزة الأسبكية واسمها يرجع للأمير أسبك في الجيش المصري في عهد السلطان الأشرف قيد باي الظاهر اتنسبت كده للسلطان الظاهر بيبرس باب اللو اتعرفت زمان بخطة الإسماعيلية نسبة للخداوي إسماعيل في بدايات العصر المملوكي كانت أرض زراعية اتسمت بلو لأنها كانت بترمي لو لما بتبدأ زراعتها بعد الفيضان اللي كان بيغطيها فضلت أرض زراعية لحد سنة 1261 لحد لما بان فيها الظاهر بيبرس بيوت المغول اللي هما اللي كانوا جايين وبعدين اتحولت لأرض زراعية تاني لحد سنة 1858 لما بان فيها الخداوي إسماعيل مباني وبيوت وقصور وابتدى أن هو يظهر فيها الشوارع والميدين بلاء الدكرور كلمة دكرور دي كلمة متحرفة من كلمة تكرور وهم قبائل إفريقية سود جم مصر من غرب أفريقيا اتعرفت زمان باسم يمنية بلاء وبعد ما عاش فيها شيخ اسمه أبو محمد يوسف ابن عبد الله التكروري في العصر الفاطمي اتعرفت ببلاء التكرور سنة 1863 اتحول مجرى النيل والدولة هدت المساكن في بلاء التكرور سنة 1868 عزلت الناس للمكان اللي موجود فيه دلوقتي المتحف الزراعي وبيتقال أن دريح الشيخ يوسف التكروري موجود هناك أثر النبي بيتسمى بالاسم ده عشان موجود فيه حجر قديم عليه شكل رجل بيعتقد الناس أنها أثر لقدم سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام اتنقل الحجر ده للجامع اللي بناه زاهر بيبرس وتبنى فوقي قبة لسه موجودة لحد دلوقتي وفي الحية ده كمان موجود دير مسيحي مشهور اسمه دير الملاك الإسماعيل اتنسبت للخدوي اسماعيل من أحياء القاهرة القديمة كان بيمتد من حية الأسبكية وشارع عبدين للنيل وقناة الإسماعيلية اللي كانت بتبدأ من شمال موقع مدحف القصار المصرية اللي تردمت الخدوي اسماعيل عمل الحية ده على النمط الأوروبي وعمل الأراضي بتاعته مجانية للي يتعهد أنه هو يبني بيته وتكون كمته مش أقل من 1200 جنيه في 18 شهر هستنى بقى كل واحد فيكم يقول اسم المنطقة بتاعته ايه ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير وشكرا بجد ليكم